اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي هناك كاتب روسي معروف دوليا ومعروف عالميا هو انتون شيخوف طبعا هو طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصاص روسي كبير ويعتبرونه واحد من افضل من كتبوا القصة القصيرة عبر التاريخ وهو مكبار الادفاء الحقيقة الروس والعالميا هذا الاديب هذا الكاتب الروسي المعروف شيخوف ولده عام 1860 وتوفي عام 1904 وانا اقرأ فيما كتبه هذا الرواية المعروف واحدة من كتاباته يقول اذا رأيت الموضوعات التافية تعلو في احد الدول تحدث عن مجتمعاتها والدول اذا رأيت احد الموضوعات التافية تعلو في احد الدول على الكلام الواعي ويتصدر التافيهون المشهد فانت تتحدث عن دولة فاشلة جدا وهذا معيار من معايير الفشل دول الفاشلة واذا ما طبقت على العراق مقولة شيخوف هذا يعني مئة بالمئة هي واقعية وحقيقية لاحظوا من يتصدر المشهد من عام 23 لحد الان وكيف يتصرفون وما هي طروحاتهم وما هو الفكر الذي يضخونه للشارع عشرين سنة مضت ونحن نتابع الشعب العراقي كله يتابع وقلناها ونقولها في كل مرضى هل استطاعوا ان يقدموا للعراقيين شخصية واحدة واحدة فقط يعني طوال هاي العشرين سنة وكل هذه الحكومات وكل هذه الاحزاب وكل هذه القوى شخصية واحدة يمكن للعراقيين ان يحترموها ويثقوا بها ويسمعوا كلاما شخصية واحدة لها يعني مقبولية عند العراقيين لها قدرة على اقناع العراقيين لها قدرة حتى ولو بالكذب على ان تكون صورة جميلة من العراقي أبدا لم يستطيعوا لم يستطيعوا ان يقدموا احد وكل الذي يقدموه فقاعات فقط فقاعات طائفية فقاعات عاقدة لا يستطيعون الكلام لا يستطيعون التعبير عن كل شيء لا يتفننون الا في الكذب وفي السرقة والفساد والقتل هذا واقع الحال وهذا ليس قولا فيه تجني واقع الحال يثبت ذلك عشرين سنة العراق من سيء الاسوء ووصل الى قار الهاوية وهذا يحضرني يعني هذا ما اقول حديث تشيكوف هذا عن الدول الفاشلة ومجموعة التافهين اللي تصدرون المدخد وانه ماكو كلام واعي في العراق في العراق وانه العراق دولة فاشلة الحقيقة بالقياس يعني بالمقارنة مع كلامه ومع العراق يذكرني واحد من ارباب العملية السياسية وهو يعني يدعي انهم يمثلون السنة في العراق على اسف الشديد يعني هكذا يقول مثل ما يدعون البعض والاخر انهم يمثلون الشيعة وغيرهم يمثلون غيره والكل لا يمثل نفسه ولا احزاب ولا مصالح الخاصة ومصالح دول اخرى ولا ليس لهم علاقة لا بتمثيل العراقين ولا بمصالحهم ولا بالعراق هذه حقيقة المهم يقول هذا ويتحدث عن ترشيحات لانه هذه الايام هذا ما يسمى بالاطار التنسيق ورشع شخصيات لكي يتولوا رئاسة الوزراء وتولوا قيادة العراق فيقول ان ترشيح هادي العامري لرئاسة الوزراء خيار صحيح ليش لماذا يعني لماذا قيار صحيح يقول لانه يملك نخوة وطنية الله اكبر هادي العامري يملك نخوة وطنية وهذا يعني يثبتها واقع الحال لانه قاتل العراقيين ثمان سنوات وكل التاريخ وسجله وكان ميليشياوي وقاتل العراق وقاتل بغض النظر عن شكل نظام لا نتحدث عن شكل نظام كان هناك جيش عراقي قلناه ونقولها اكثر من مرة جيش عراقي في سنة في الشيعة في كراد في مسيحيين في مسلمين في صابئة في ازيديين في كل شيء في تركمان في كل شيء قاتلهم وقتل من العراقيين وعندما حصل الاحتلال جاء مع الاحتلال وهو منظمة ميليشياوية اسمها بدر دخله وقتاله وعلماء وضباط وطيارين واساتذة الجامعة والكل يعرف طيب شنه النخوة الوطنية اللي يحملها هذا الرجل يعني سبحان الله يقولوا هذا وفيه لتعهدات السياسية والاجتماعية اي تعهدات ما هو دائما كان يقول ولي حد الان وتظهر الفيديوهات ما تقول نحن بخدمة نحن تحت امرة الولي يقول حرب حرب سلام سلام وين يقول احنا نروح وهو طول الوقت هو إرادة وفكرة وأفعالة مرهونة بقرار إيراني هو يقول طيب وين التعهدات السياسية والاجتماعية اللي يتعهد بها ويقول المصيبة الأكبر أيضا يقول هو مؤهل لضبط السلاح بيد الدولة وتعزيز استقرارها خلينا نستعزيز استقرارها بس المهم يقول مؤهل لضبط السلاح بيد الدولة لا حول بقوة الله بالله يعني هو أول ميليشية تدخل العراق وأول ميليشية تتعاون مع الاقتلال وأول ميليشية يعني تفتك بالعراقين فتكت بالعراقين وسبحت بدماؤهم قتلت أساتذة الجامعة وطيارين ومهندسين وعلماء وكفاءاته طاردته هذا ما فعلته وهي من كانت تحمل السلاح في الشوارع وترهب الناس وما زالت طيب شلون يضبط السلاح يعني عشرين سنة هو ما ذبه السلاح السيء هو يضبط السلاح شون يضبط السلاح بيد الدولة وأي دولة هاي يضبط السلاح بها إذا هو كان ميليشية ومن بحكم الميليشيات إذن الميليشيات هي ما استملك السلاح واستملكه غد الشعب هذا واقع الحال يقول وعزز استقرار مناطقنا أي مناطق اللي يعزز استقرارها ما هي بدر وغير بدر وعلى رأيسها بدر هي المتهمة بالتغيير الديمغرافي بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن هي اللي مزقت المناطق كلها ومزقت المجتمع وشاعة الطائفية بالقتل والذبح والاستياد وشلون يعني تعزز استقرار المناطق والكلام اللي يتحدث بكلام يجب أن يزني الكلام ويعرف مع من يتكلمه أنت تتكلم مع الشعب العراقي الشعب العراقي وسنة وشيعة وكردة وعربة وإسلامة ومسيحية وكل كل كله تركمانا وإزيدي وصابعته الكل يعرفون هذه كذبة كبيرة وهذا الدعاء باطل ويعرفون أنه داءهم في هؤلاء الداء الذي ذبحهم هو هؤلاء فشلون أنت تتحب وهو يعرف سيكون قرارنا عراقي شون قرارك عراقي وهو يقول أنا طوع عمر إيران شون قرارك عراقي يعني من يتحدث ودائما ما يقولون ونتذكر مقولة تحدث العاقل بما لا يعقل فإن عقله فلا عقله له الحقيقة من من الشعب العراقي ممكن أن يعقل هذا الكلام وكيف تتحدث للشعب العراقي بهذه الطريقة على أسف أحدهم كتب متحكم فعلا العامر ينجح بإدارة البلاد فنلاحظ التطور العمراني والاقتصادي في زمن تسنمه وزارة النقل بحيث ازدهرت الوزارة وانتعش النقل والمطارات وسكك الحديد الحديث المتطورة والقطار السريع والطرق والحركة التجارية الثقيلة كذلك كتلك التي في بريطانيا وأوروبا بالضبط ناس تتكر كلام لا ينكون قبولة مع الأسف الشديد ومحاولة لتسويق الباطل والتسويق الأوهام على أنها حقائق وإقناع الناس بأن بأن كل الوجوه السيئة هي الخيار هي خيار العراقيين وهي الخيار الوطني مع الأسف الشديد وكأنه رحم العراق يعني توقف عن إنجاب أبناء الخيرين وهؤلاء الذين الشباب اللي سقطوا في ثورة التشرين هذا الرحم العراقي هذا جاب هاي الشباب الجميلة في الوقت هذا الشعب العراقي اللي جاب المقاومة العراقية اللي وقفه ضد الأمريكان في بداية الاحتلال الشعب العراقي اللي جاب الشخصيات الزينة عبر تاريخه اللي جاب اللي أسسها واللي جاب اللي فكرها وهاي الحضارة اللي بنوها وعمقها عشرة آلاف سنة في عمق التاريخ هذا الرحم العراقي والرحم العراقي لا يأتي ببدر وغير بدر والميليشيات هذا مرحم العراقي هذا رحم أجنبي ورحم يريد للعراق السوء الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة